رسالة إلى سوح الوغى، سوح التظاهر إلى الثورة العراقية العظيمة يجب أن نركز كثيرا على موضوع التمويل الكلام اللي سمعناه عن قانون الانتخابات إذا كان دائرة وحدة وعدة دوائر هذا ثانوي الشيء الأساسي هو كيف يتم تمويل الانتخابات وما هي مصادرها كيف تتمويل الأحزاب التي ترعى الانتخابات أو تدخل الانتخابات في الدول الغربية المتقدمة في الديمقراطيات الناجحة نأخذ مثلا ديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع المواطن الأمريكي التبرع إلى حملة رئيس الجمهورية الانتخابية أكثر من ألف دولار للشخص نحن نرى هناك أشخاص أو أحزاب تأتيهم عشرات الملايين دولارات حتى من دول أجنبية من السعودية من الكويت من قطر من إيران هذا كله مرفوض ويجب معاقبة من يفعل ذلك كذلك استخدام أموال الانتخابات يتم فتح حساب أو صندوق خاص للشخص المرشح للانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع هذا الشخص استخدام هذه الأموال لأغراض الشخصية هناك عدة حالات مراقبة وعقوبات وصلت إلى السجن لأعضاء في الكونغرس الأمريكي لأنهم استعملوا أموال حملات انتخابية لأغراض خاصة مثل السفر أو العلاج أو شراء الملابس هذا أيضا يجب التحكم فيه اليوم أصبحت قضية الانتخابات مزاد للعملة مزاد للمزايدة في الدفع أنا وصلني خبر الآن من سحة التحرير ومن العراق أن هناك أحد الأشخاص الذين يريد أن يكون مرشحا رئيس الوزراء وهو يدعي العلمانية والمدنية لا أريد أن أذكر اسمه لأنني لا أريد أن أنزل إلى هذا المستوى يدفع خمسين دولار لكل شخص لأنه ممول من دولة خليجية وترفده بالأموال وهو يدعي الوطنية ويدعي المدنية لا يمكن أن هناك يكون ديمقراطية على أساس التمويل المفتوح من دول على حساب أشخاص إذا كنت أنا شخص نزيه وأنزل بانتخابات بمجهود الخاص وبتمويل الخاص أو حتى بمساعدة الأقرباء التبرع ليس خطأ من حق الإنسان أن يجمع تبرعات والتبرعات هو جزء من الحملة الانتخابية هي إثبات على نجاح المرشح فأن يروح أجمع تبرعات خمس تلاف دينار وعشر تلاف دينار وميت ألف دينار وخمسين ألف دينار حتى من ناس متعددين حتى سوي حملة الانتخابية يجيني واحد يندفع لعشر ملايين دولار ويأخذ المقعد ويفوز بالانتخابات هذه ما صارت الانتخابات هذه صارت بيع وشراء والبيع وشراء مرفوض في الديمقراطية وهذا موجود في العراق والتركيز كله على القانون الانتخابات إلهاء للناس وعدم فهم حتى من السياسين والبرلمانيين لما هي كيف هي يمكن نجاح الانتخابات الآن سل الأموال يمكن أن يتم متابعتها من دوائر إلى علاقة بالإرهاب مكافحة الإرهاب قد تكون الأموال التي تدفع لمرشح أموال الإرهاب قد تكون أموال خارجية من تدفع له أموال خارجية في الولايات المتحدة الأمريكية لانتخاباته تبطل نتيجة انتخاباته بل يدخل السجن وهذه دولة مفتوحة وديمقراطية وبها حريات مطلقة لكن ليس هناك حرية في تمويل الناس بشكل عشوائي وبشكل شراء الذمم على حساب الآخرين يعني مثلا أنا يجيني واحد مثل فاسد مثل خميس الخنجر أو فاسد مثل حمد الموسوي يدفع لي الحملة مالة الانتخابية ما هو النتيجة؟ النتيجة يكون مقعدي أو موقعي السياسي في الدولة ما بيعلي هذا الشخص وعليه أن يوفي بهذا الدين على حساب الشعب العراقي ولذلك نرى أن سلسلة المزادات التي أدت بالموقع في الدولة أدت إلى التخريب لأنه كل واحد إذا صار وزير دفاع هو مجبور أن يدفع 80 أو 70 أو 50 مليون لمن دفع له وهو يفعل ذلك على عجاله وبخوف لأنه يريد أن يسدد الأموال حتى يبقى في موقعه وعلى حساب الشعب العراقي لذلك يجب أن ننتبه قبل أن يكون هناك قانون انتخابات قبل أن يكون هناك ما هو شكل الانتخابات القادمة لا يمكن أن نجاح هذه الانتخابات في ظل هذا التمويل العشوائي والفضل التمويلية في العراق إيران تدفع رواتب إلى ميليشيات طبعا يسرقوها من العراق ويرجعون يدفعه العراقي لهذه الميليشيات والعملاء عملاء إيران في العراق الوحيدين في التاريخ اللي يدفعون فلوس إلى أسيادهم فلوس العراق لأسيادهم حتى يأخذوا الرواتب من أسيادهم يعني حتى ما يسرقوا الأموال لأجيوبهم يدفعوها لأسيادهم مثل قيس الخزعلي وغيره ويجعون يأخذهم من إيران فهذا مو صار نرجع نقول هذه ليست انتخابات هذا بيع وشراء ذمم وهو لا يتناسب وما يخرج عن هكذا نظام وهكذا سيستم يكون باطلا لذلك يجب التركيز على الموضوع والدفع بهذا الموضوع لأننا مقبليين على مرحلة قادمة إذا ردنا فعلا تغيير جدري فعلينا أن نغير التركيز في تفكيرنا إلى ما هو الأهم وما هو المهم الأهم هو تمويل الأحزاب تمويل الانتخابات قانون أحزاب يضبط الأحزاب وتمويلها أي حزب يصرف بطريقة غير معقولة يجب مراقبته يجب محاسبته أي حزب لديه في حسابه أموال طائلة يجب محاسبته من أين لك هذه الأموال من خلال قوانين الدولة وقوانين منع غسيل الأموال ومنع الفساد يعني هنا في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تخيلوا إذا كان شخص غني جدا أو مليونير ويرتكب جريمة قد لا يسمح له باستعمال أموال أمواله الخاصة حتى في الدفاع عن نفسه إلا بموافقات خاصة لأنه يعتبرون هذه أموال فساد جاءت نتيجة جريمة فيجب إحنا يكون صارمين في هذا الموضوع وبدونه لن يمكن أن نفلح في الانتخابات القادمة القضية الأخرى هنا قضية معضلة كبيرة في العراق معضلة في طريقة بناء العراق هو أن العراق كل أمواله وموارده هو النفط والنفط كله يذهب إلى الحكومة العراقية فما يحصل الآن الموقع في الدولة هو ليس فقط موقع سياسي هو موقع للإثراء من أموال الدولة لأن الدولة تلملك كل المال ويستطيع هذا الشخص أن يستعمل هذه الأموال لشراء الذمم وشراء الناس يعني أذكر هناك مقابلة العادل عبد المهدي يقول أنا نثرياتي شهريا ألف مليون دولار هذه من أموال الدولة يعني هو ديت برمك وهو يصير كريم ويفتح مظايف ويعزم عزايم ويشتري قوازي ويوكل الناس من أموال الدولة وهو بذلك يستخدم أموال الدولة للإثراء لذلك يعني مثلا استخدام الوزارات كل وزارة في العراق صار بها دائرة إعلامية مهمة الدار الإعلامية هي الترويج للوزير هذا ممنوع لأنه هذه أموال الدولة أموال الدولة لا يجوز أن تستعمل لترويج لشخص شخصيا وأصبح المكتب الإعلامي للوزارة النفط يروج إلى وزير النفط راح وإجه واستقبل ويطلعون مبتسم وصوروني واني مادري هذا كله يجب أن يتوقف على كل هذا الموضوع أنا حبيت أدخل به لأنه أعتقد من الضروري ضبط التمويل وإلا لن نرى ديمقراطية حقيقية في العراق مبنية على أسس صحيحة بل ستكون ديمقراطية كما كانت بيع وشراء واستزراء وسيكون الموقع هو طريقة للإثراء وليس طريقة لخدمة الشعب وشكرا وإن شاء الله نراك